يا أهلا بكم في هذه الدردشة الهيروغليفية نحن الآن في الأقصر ثيبس واسط بالبر الغربي تعالوا نتفرج على فراجمنت فراجمنت عارفين الفراجمنت؟ يعني قطعة كسرة حتة من رحة الحبايب لأن هذه المنقوشة المنقوشة جاءتنا من واحدة من أجمل المقابر في وادي الملوك في وادي بباني الملوك وهنشوف من يقول تعالوا نتذبع الأسهم ونشوف كلم كلم كده عمودا عمودا ريجسترا نعمل حبة يعني في حل الرموز وفك الشفرة نفك الشفرة حتى ولم تكن خبير نبدأ من البداية شوفوا كده السهم أول حاجة السهم الأسهم يشاور على هذه اللوحة اللي هي لعبة لعبة تشبه لعبة الشطرنج كل مرة أقولي الكلام ده لكن هي بتدينا صوتين من من داي من كده طبعا هي ميم ونون ميم نون أو مهن منعرفش الحرف اللي بينهم أو الصوت الخفيف اللي بينهم لكن العلماء اتفقوا إنه هو نقدره بكسرة فمن بنقول من من تاني حاجة الستة الأعدادية وعلى رأسها ريشة فعلا على رأسها ريشة اللي هي ماعت ماعت يا دي تقرأ ماعت العدالة من ماعت وتأتي فوقها الشمس رع من ماعت رع من ماعت رع تبنا ليه ما بدأتش برع اللي هي فوقها هي والسهم مشاور عليها وبقرأ من أسفل المرة دي قرأت من الأسفل إلى أعلى من ماعت رع لأنه رع رغم إنها جاية في آخر الكلمة أو آخر الجملة أو شبه الجملة في ترتيب الكلام في الموقع الإعرابي إلا إن ما إنها رب الشمس دية العظيمة دي فعشان كده المصري حطها من باب التكريم والإجلال فحطها في البداية عطاها الصدارة برايمسي فحطها في الأول الشمس رغم إنها في آخر الكلام لأن اسم الملك هنا هو من ماعت رع من ماعت رع يعني قوية أو راسخة هي عدالة الشمس أو إله الشمسي دي من ماعت رع مين يعرف مين ماعت رع ده مين ما من يعرف مين من ماعت رع من ماعت رع تعارفين في العصر الجميل ده في الجولدين ايج العصر الزهبي الملك هنا عنده خمس أسماء من ضمنهم اسمه مهم جدا اللي هو ما كانش عنده وهيبقى عنده لما يعود على الكرسي لما يعتني يعطي العرش يجلس على سرير الملك فبيسموه اسم التتويج أو اسم العرش The throne name اللي هو إحنا شايفينه ده من ماعت رع هو اسمه تتويج الملك سيتي ومش أي سيتي ده سيتي الأول كمان اللي هو أبو رمسيس التاني رمسيس العظيم عشان كده هتشوفوا شوفوا الخرطوش اللي جنبه هتلاقوا فيه السيتي اللي هي مكسورة الحتة دي عشان كده أنا قلت دي فراجمنت يعني كسرة كده فراجمنت هم نتفرج على فراجمنت فست وجنبها اليه واليه سيتي سيتي صاحب ستي يعني فالسيتي ومن ألقابه مير الأناية دي بتنطق مير ويه الموجة نون يبقى ميرين وفوق بتاح بس ما بقيش منها غير اللي أنا مشاور عليه ده اللي هي الفتيلة فتيلة الكتان المفتولة دي اللي هي الحا ميرين بتاح سيتي ميرين بتاح اللي هو الملك سيتي ولقبه لدى جلوسه على العرش اللي هو اللقب الممي الاسم المميز هو من معت رع ده لما تشوفوا تعرف ان ده سيتي الأول مفيش حد تاني يعني ده مميز غير اسم الميلاد اللي ممكن يبقى عندك مثلا حداشر رمسيس ولا كذا واكتر اي حد مثلا في الدولة في المملكة يروح ايه يقول الله الاسم الملك ده عاجبني هروح ميسمي مثلا رمسيس وواحدة عايزة تسمي حد شابسود فهتلاقي كذا حد شابسود وتبقى تدور بقى وتبحث انما ده اسم مميز للملك يعني محدش هيشاركه فيه اللي هو من معت رع اسم التتويج ده هو عاد على الكرسي بالاسم ده تشوف الكلام يأتي بعد ذلك الصف العمود ده العمود ده وفيه امون شايفين اللغاب ده يدي تنطق ال ا وجنبها تاني اللعبة من ومكملها وبعد كده رع الشمس ايه من رع مين امون رع ده هو نب السلة تنطق صوتين نب نب يعني لورد او رب نب امون رع نب نسوت نسوت يعني العروش نسوت نسوت طبعا جمع واحد اثنين ثلاثة ثلاثة الجمع ثلاثة فأكثر يبقى نسوت نب نسوت واخيرا تاوي تاوي تا يعني ارض تاوي يعني ارضين نب نسوت تاوي رب عروش الارضين امون رع رب عروش الارضين وإلى قراءة اخرى في منقوشة اخرى ان شاء الله اشتركوا في القناة